أيها الأخوات الكريمات الذي ينظر في أوائل دعوة رسولنا وحبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن ممن قام معه في الدعوة ووقف معه وأيده وآزره وكانت له الجبهة الداخلية التي يربط الله تعالى بها جأشه ويقوي بها نفسه هي خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ولقد كان دورها منذ البداية وذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغار وقد رأى جبريل على صورته الحقيقية فرأى صلى الله عليه وآله وسلم ما أذهله فلما رجع قال دثروني دثروني حتى قالت له رضي الله تعالى عنها ما بالك فأخبرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما رأى وأخبرها بأن جبريل أقبل إليه وضمه إليه مراراً وقال له اقرأ اقرأ ثم أخبرها بأنه لما خرج من الغار رأى جبريل على كرسي بين السماء والأرض قد مد جنحته حتى سد الأفق فقالت رضي الله تعالى عنها والله لا يخزيك الله أبداً انظر إلى الكلام الواثق الذي تربط به على جاش رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت والله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتنصر الضعيف وتعين على نوائب الدهر والله لا يخزيك الله أبداً ثم لم يقف همها عند هذا الباب وإنما أخذت بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومضت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل فقالت له وكان ورقة رضي الله عنه قد قرأ الكتاب الأول يعني قرأ الكتاب من التوراة والإنجيل وبحث في الديانات من قبل وكان يكتب التوراة يعني ويعمل منها نسخاً وكان مهتماً بالعلم السابق ويترقب مجيء رسول ينجي أمة هذه الأمة من الضلال التي هي فيه من عبادة الأصنام وتدنيس البيت الحرام بالشرك وما شابه ذلك فلما قعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي ورقة قال له ورقة قالت له خديجة أولاً قالت يا عم اسمع من ابن أخيك وذلك أن ورقة كان شيخاً كبيراً قد عمي فقال ورقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترى ما الذي حصل فقال صلى الله عليه وآله وسلم إني قد رأيت كذا وكذا وأخذ يصف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يصف النبي صلى الله عليه وسلم لورقة ما رآه فقال له ورقة إن هذا الناموس الذي كان يأتي موسى والله إنك لنبي هذه الأمة ثم قال ورقة يا ليتني فيها جذعاً إذ يخرجك قومك يعني يا ليتني أكون شاباً إذ يخرجك قومك من بلدك فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيه أو مخرجيهم وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان محبوباً عند قوماً وكان يسمى بالصادق الأمين وكانوا يلجأون إليه في فضل نزاعاتهم وحل خصوماتهم والحكم بينهم وكانوا إذا صدروا عنه صلى الله عليه وسلم صدروا عن رأي راجح وعن كلام موفق وكان صلى الله عليه وسلم يعلم بمحبة قريش له أصلاً صلى الله عليه وسلم لذلك السغرب قال يخرجوني لأجل ماذا يخرجوني وأنا حسن الخلق معهم وأنا الأمين في معاشرتهم وفي حفظ أموالهم وأنا الصادق في الحديث معهم لماذا يخرجوني ماذا أفعل فقال إنه ما جاء أحد بمثل الذي قد جئت به إلا أوذي ما في أحد يأتي بمثل الذي جئت به من الدين ومن النصيحة ومن محاربة هذه الأسلام التي يتعبد لها قومك إلا أوذي إلا أصابه الأذى عندها قام النبي صلى الله عليه وسلم قام مع أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها قامت تمشي معه وهي المرأة التي قد كبر سنها وهي التي عندها مال وعندها عشيرة وعندها قوم ينصرونها ويقفون معها وربما لو أرادت أن تستغني بمالها وعشيرتها عن زوج أيا كان لست طاعة أن تستغني عنه أن تعيش حياتها وهي تعلم الآن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيصيبه ما يصيبه من إخراج قومه له ومن تكذيبهم إياه ومن أذاهم لهم ومع ذلك تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ازدادت إصرارا على نصرته وكانت خديجة هي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت أبا بكر الصديق وسبقت عمر الفاروق وسبقت عثمانة وسبقت علي وسبقت جميع الصحابة الكرام سبقت الرجال وربما امرأة سبقت آلاف الرجال وكان لها من التأثير في الدين والنصرة له والدعوة إلى الله تعالى الشأن الكبير حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم جلس مرة في بيته فأقبل إليه جبريل وكانت خديجة تأتي بشيء من الطعام تصنع طعاما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله هذه خديجة قد جاءتك معها إناء فيه طعام أو إدام فإذا جاءت إليك يعني إذا وصلت إليك إلى مكان موضعك وهي خارجة من مطبخها إذا جاءت إليك فأقرئها السلام بلغها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب انظري إلى هذه البشارة لامرأة صالحة ولم يقل جبريل بشرها بعز في الدنيا وبشرها بمال وورد كثير وبشرها بربح تجارتها وعلو شأنها فإن جبريل يعلم أن الذي يحرك خديجة لخدمة الدين ليس حرصها على قصر منيف ولا على مركب هني ولا على مال وافر إنما الذي يحرصها على خدمة الدين هو طلبها لرذى الله سبحانه وتعالى وتعلق قلبها بالجنة لذلك جاء إليها جبريل بالشيء الذي هي تطلبها أصلا قال لها جبريل قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب ليس فيه نصب من تعب جسدي يصيبها في يدها أو رجلها أو رأسها وليس فيه وصب وهو التعب النفسي وتسمع خديجة رضي الله عنها هذه البشارة من حبيبها وخليلها وبعلها وزوجها ونبيها وسيدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتستبشر بها وتستمر في نصرتها لدينها إلى أن قبضها الله تعالى إليه أيها الأخوات إن أول من دخل في هذا الدين ونبذ عبادة الأصنام من هذه الأمة ليس رجلاً بل هو امرأة إنها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول من سعى بين الصفا والمروة هو امرأة وهي هاجر أم إسماعيل أول من شرب من ماء زمزم هي امرأة وهي هاجر أم إسماعيل أول من استشهد في سبيل الله وسال دمه لإعلاء كلمة الله وأول من بذل روحه في سبيل الله هي امرأة وهي سمية بنت خيار وهي أم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما وذلك أن سمية وزوجها عمار وزوجها ياسر وابنها عمار كان مملوكين عند أبي جهل فلما دخلوا في الإسلام ربطهم أبو جهل كما يفعل بقية المشركين كما فعل أمية بن خلف وأبو لهب وغيرهم من أكبار المشركين العتات لما عذبوا المسلمين المؤمنين حبسها ثم ربطها هي وزوجها وولدها على ثلاث نخلات وأخذ يعذبهم والدم يسيل من أجسادهم وهم على دينهم لا يشركون بالله تعالى شيئاً حتى أقبل إليها أبو جهل يوماً وإذا هي مربوطة وبجانبها زوجها وبجانبها الآخر ابنها وإذا بها يعني تتألم من شدة ألمها وقد تمسق جسدها وسالت دماؤها فبدأ أبو جهل يريدها على أن تكفر بالله العظيم فتأبى عليه عندها طعنها أبو جهل بحربة في أسفلها حتى مزق أحشاءها وماتت وكان أول من استشهد في سبيل الله هي مرأة ولا يزال إلى اليوم لا تزال المرأة تبذل لهذا الدين ما تبذل فنرى المرأة في فلسطين ونرى المرأة في العراق ونرى المرأة في أفغانستان ونراها في كل موطن نراها مجاهدة في سبيل الله نراها صابرة على استشهاد أبنائها ودافعة لهم إلى الجهاد ومشجعة لزوجها نراها راعية لأبنائها نراها محفظة للقرآن وكم من امرأة كان فيها من الحرص على الدين والدعوة إلى الله تعالى والثبات على الإسلام ما ليس في آلاف الرجال ليست القضية أن يكون الإنسان ذكرا أو أنثى فما التأنيث لإسم الشمس نقص ولا التذكير فخر للهلال هذه الشمس تستع وتضيء الدنيا وتقتل الجراثيم وتنير للناس طرقهم ويستعملها الناس في مصالح شتى ومع ذلك هي شمس هي أنثى وذلك هو الهلال الذي لا يكاد يضيء شيئا ولا يبدر منه نور ولا يس فيه شيء من الحسن والجمال الذي في اكتمال القمر أو في الشمس ومع ذلك هو ذكر ليست القضية أن يكون الإنسان ذكرا أو أنثى رب العالمين عدل بينهم وساوى بينهم في الجزاء الأخروي في التكاليف الدينية كما قال الله جل في علا في محكم التنزيل قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ما هو الجزاء فلنحينه حياة طيبة إذن سواء كان رجلا أو امرأة فكلهما إذا عمل الواحد منهما عملا صالحا أحياه الله تعالى حياة طيبة وساوى الله تعالى بين الرجل والمرأة في عموم الأشياء كلاهما يجب عليه التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ليس يجب ذلك على الرجل دون المرأة احتقارا لها بل كلاهما يجب عليه ذلك كلاهما يجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل موجه إلى الرجل كما هي موجه إلى المرأة كلاهما يجب عليه زكاة ماله بالمقدار نفسه كلاهما لو ارتكب جريمة قتل لوجب أن يقام عليه حد القتل أو حد السرقة أو حد الفاحشة أو ما شابه ذلك من الحدود كلاهما يجب عليه الحج كلاهما يجب عليه صوم رمضان كلاهما يحرم عليه أكل لحم الميتة وأكل لحم الخنزير يحرم عليهم شرب الخمر بل إن الشريعة خففت على المرأة في أشياء ثقلت عليها وضغطت عليها في الرجل فمثلا المرأة لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة بينما الرجل يجب عليه ذلك فيخرج في شدة الحر وربما في شدة القر والبرد يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة وأن يقطع لذة نومه مبكرا ويشهد صلاة الفجر مع الجماعة يجب على الرجل أن يصوم الثلاثين يوم كامل في رمضان المرأة لا يجب عليها أن تصوم الثلاثين بل تفطر في أيام حيضها الرجل يجب عليها أن يصلي الصلوات كاملة طوال الشهر فيصلي ما لا يقل عن مئة وخمسين صلاة أما المرأة فإنها تعطى راحة خلال الشهر لستة أيام أو سبعة أيام الرجل أيضا يجب عليه الحج سواء كان وجد محرما أو لم يجد ولا يجب عليه أن يبحث عن محرم أما المرأة فإنه خفف عليها في مسألة الحج فاشترط لها شروط ليست مشروطة للرجل تخفيفا عليها ومراعاة لها الرجل يجب عليه أن يجيب نداء الله تعالى للجهاد في سبيل الله المرأة لا يجب عليها ذلك فليس عليها حرج في قعودها عن القتال والخروج إليه إذن الشريعة كما أنها أمرت الرجل بأمور أمرت المرأة بأمور بل إن الله جل في علاه إذا مدح المؤمنين مدح معهم المؤمنات قال سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فجعل الله تعالى المؤمنين على خير في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وجعل الله تعالى في ذلك المؤمنات أيضا في أمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر فليست الشريعة خاصة بالرجل أو هي خاصة بالمرأة بل هي عامة لهذا ولهذا لذلك أيتها الفاضلات صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابياته الكرام عقلوا مثل ذلك وصار الرجل والمرأة كلاهما صار على خير في نصرة الدين والدعوة إليه ألا ترين إلى أم شريك الغطفانية رضي الله تعالى عنها أم شريك لا تقل حرصا على الدعوة إلى الله تعالى ونصرة الدين لا تقل حرصا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا أم شريك أسلمت في أوائل من أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت في مكة قبل أن يهاجر المسلمون إلى المدينة كانت أم شريك تدخل على نساء قريش سرا وتدعوهن إلى الإسلام كما يوجد اليوم عدد من الأخوات لها نشاط في الخارج يعني نعرف أن عدد من الأخوات تسافر مثلا مع زوجها يبتعت إلى الخارج أو يسكن هناك أو نحو ذلك ويكون لها تأثير كنت في ألمانيا قبل رمضان بأيام وأحد الإخوة لما دخلت عنده في وليمة وإذا زوجته جزاها الله خير مع أنها ليست متعلمة كثيرا إلا أنها تعرف تدرس قرآن فكانت قد جعلت في بيتها درسا للنساء فبدأ أول شيء يحضر ثلاث أو أربع من جاراتها بعضهن ألمانيات بعضهن عربيات ثم زاد العدد حتى تجاوز العدد عندها أكثر من عشرين امرأة تقريبا تحفظهن القرآن وتضع جدول يوميا وكلما جاءت قالت ها يا فلانا أنت عليك حفظ صفحة من سورة يوسف ها هل فعلت؟ يلا سمعي مع أنها ربما لا تتقن إتقانا تاما أحكام التجويد لكن على الأقل تلك النساء ربما كثير منهن فارغات في بيتهن فترة الضحاء أو ما بعدها فلما تشعر تلك النساء أن هذه المرأة تتابعهن وأنها في كل يوم تجلس معهن وتسألهن ماذا فعلتن حفظت تلك النساء عددا من الأجزاء بسبب هذه المرأة التي كل يوم تجمعهن وتسألهن وتتناقش معهن المقصود أن الله تعالى لا يزال يستعمل في هذا الدين رجالا ونساء يستعملهم الله تعالى في طاعته أم شريك كانت تدخل على نساء قريش سرا تدعوهن إلى الإسلام تدخل على هذا وعلى هذا وتدعوهن إلى الإسلام وتشرح الإسلام لهن وترقق قلوبهن وتحببهن في التوحيد فكانت النساء يتأثرن بها كلما رجع رجل من قريش إلى امرأته فإذا هي قد تأثرت وآمنت أو قربت من الإيمان فشق ذلك على قريش فقال بعض قريش لبعض قال بعضهم لبعض إن هناك أحد يفسد علينا نساءنا يعني أكيد في أحد يفسد علينا نساءنا فجعلت قريش تنظر من هذا الذي يفسد النساء؟ يعني يفسد الزوجات طبعا هو أم شريك تصلحهن لكن أولئك يظنون أن هذا فساد فكما قال فرعون لما جاء إليه موسى عليه السلام قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ما شاء الله يعني موسى لما يقول للناس أعبد الله وحده هذا فساد وتقتلك لأبناء الناس يا فرعون أليس فسادا؟ استحياءك لنسائهم أليس فسادا؟ استعبادك لرجالهم أليس فسادا؟ عبثك بالأموال أليس فسادا؟ زعمك أنك إله وأنك ربهم والأنهار تجري من تحتك أليس هذا فسادا؟ زعمك بأنك تعلم ما يفعلون وأنك تستحق أن يعبدوك أليس هذا فسادا؟ ومع ذلك يتهم فرعون موسى عليه السلام لما دعا إلى توحيد الله تعالى يتهمه أنه يريد أن ينشر في الأرض الفساد أيتها الأخوات أم شريك جعلت قريش تتتبع من هذه التي تدعو نساء وتؤثر فيهن التعلم أنها أم شريك الغطفانية هي من قبيلة غطفان لكن تزوجها رجل من قريش وسكن بها في مكة كادت قريش أن يعذبوها أو يقتلوها لكنهم قالوا يعني أن عذبناها أو قتلناها استثرنا قومها فربما جاء قومها وقاتلونا فماذا نفعل؟ أركبوها على جمل من غير رحل تحتها وساقوا هذا الجمل وخرجوا به من مكة وكانوا يريدونها أن تتعب وأن تتعذب من قساوة ظهر الجمل تحتها وكانوا إذا نزلوا منزلا وهم في الطريق إلى قومها إذا نزلوا منزلا ربطوها في الشمس من غير ماء ولا طعام وهم جلسوا في الظل وأسقيتهم فيها الماء بجانبهم فاشتد عليها الأمر حتى قربت من الهلاك وأشفت على الهلاك فجلسوا في موطن نزلوا فيه وربطوها كما يفعلون وذهبوا هم استضلوا تحت الشجر وهم قد شبعوا ورووا فلما قعدت على هذا الحال وهي قد جف ريقها ويبس فمها واشتدت حاجتها وتعب جسدها وهي على مثل هذا الحال تقول رضي الله تعالى عنها فإذا بمثل الإناء قد نزل علي من السماء قالت فاقترب من فمي حتى ذقت منه ماء أبرد من الثلج وأحلى من العسل يعني على شدة حاجتها تقول فشربت ثم ارتفع ثم نزل فشربت ثم ارتفع ثم نزل فشربت ثم ارتفع ثم نزل فشربت منه حتى رويت ثم حركته وسكبت بقية الماء على جسدي تبردا فنشطت أم شريك وعاد إليها يعني نشاطها وقوتها فلما استيقظ أولئك من نومهم ليواصلوا بها الطريقة إلى قومها وهم قد شفوا صدورهم من تعذيبها وإهانتها لما أقبلوا إليها فإذا المكان حولها رطب وإذا جسمها وثيابها رطبة وإذا هي قد رويت وعاد إليها نشاطها فقالوا لها قد حللت وثاقك يعني فككت وثاقك وأقبلت إلى أسقيتنا وشربت منها الماء قالت لا والله ما حللت وثاقي وها هو وثاقي ترون أنتم قد ربطتم يدي وها هي مربوطة على حالها وها هي أسقيتكم على حالها والله ما حللتها يعني ما فككت لأسقية القرب التي فيها الماء معكم ما ما اقتربت منها قالوا لها بلى قالت لا قالوا فمن أين الماء من أين شربتي وجسدك الآن رطب من أين الماء نزل مطر عليك فقط من أين الماء فقالت قد أسقاني ربي قد أسقاني ربي فقالوا لها والله لإن كنت صادقة لربك خير من ربنا نحن نعبد الله والعز سنين ونتقرب إليها بشتى أنواع القرب وننفق من أموالنا ونبذل من أوقاتنا وربنا ننحر عندها نحائرنا وإبلنا تقربا إلى هذه الأحجار ومع ذلك لا تكشف عنا كربة ولا تخفف مصيبة ولا تشفي مرضا هذا ربنا وأنت ربك يعينك ويسقيك والله لإن كنت صادقة لربك خير من ربنا نتأكد وننظر في الأسقية فمضوا إلى أسقيتهم ونظروا فيها فإذا الأسقية الماء فيها تام ولم يحرك فأقبلوا إليها وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مدام أن هذا الرب سبحانه وتعالى يسمع دعاء الداعي إذا دعاه ويجيب نداءه إذا ناداه مدام أن هذا الرب يجيب المناجي ويكشف عنه الكرب مدام أن هذا الرب هو معنا في سمائنا وفي أرضنا وفي بحرنا وفي كل موطن وأنه جل وعلا هو الشكور الذي يشكر عباده ويجازيهم بالحسن على أعمالهم مدام أن هذه صفات الرب الذي تعبدينه فهو حقيق أن نعبده نحن أيضا عندها توجهوا إلى عبادة الله وتركوا شركهم هذا الثبات من أم شريك وهذه الثقة في النفس في بيان ما عندها وهذا الحمل للهم الذي وقع في قلبها بلا شك أيها والأخوات الفاضلات أنه يدل على أن هذا الدين لا يقوم فقط على الرجال لا يقوم فقط على سواعد الرجال بل يقوم على سواعد الرجال وعلى سواعد النساء وكما أن الدين يحتاج إلى عقل الرجل وإلى لسانه وإلى ماله وإلى قوته ووقته وخبرته وذكاءه كذلك الدين لا يستغني عن عقل المرأة ولسانها ووقتها وخبرتها ومالها وجهدها وهمها الدين يحتاج إلى هذا ويحتاج إلى هذا ولا يمكن أن يقوم الدين أبداً بالرجال وحدهم بل أيضاً يقوم بالنساء ألا ترين أن عائشة مثلاً رضي الله تعالى عنها كانت تروي من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آلاف الأحاديث ولم تقول عائشة في نفسها أنا حرمة ومسكينة خل الرواية لأبي هريرة وعبد الله بن عمر وابن عمر وأبي بكر وعمر أنا خلني على على مكنستي ومغزلي لا بل ترى عائشة أن ما دام عندي عقل وذكاء وحفظ أستطيع أن أحفظ به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلم ما الذي يمنعني أن أبلغها للناس عندها ثقة في نفسها بل كانت رضي الله تعالى عنها تمكر على بعض أمراء عصرها وترسل إليه وتكتب إليه وتناصحه من ثقتها رضي الله تعالى عنها بنفسها كذلك كانت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن على ذلك كذلك إذا نظرت في من روينا السنة تجدين أن البخاري ممن روى عنهم البخاري ممن روى عنهم الأحاديث الصحيحة الثابتة المتقنة كريمة مثلا ويذكرها ابن حجر مرارا في شرحه على البخاري وكذلك غيرها من النساء روى عنهن البخاري وكذلك سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لما كان عنده طالب اسمه أبو داعة فأبو داعة هذا غاب ثلاثة أيام أو أربعة وكان من أنفس الطلاب وأحسنهم فلما جاء إليه سأله وقال له سعيد يعني لماذا غبت قال ماتت زوجتي وانشغلت بها حتى دفناها وتلقينا العزاء قال طيب فماذا تفعل الآن تتزوج قال ما عندي مال أتزوج ويعلم أبو سعيد أن الرجل يحتاج إلى زواج يحتاج إلى امرأة يأوي إليها وترعاه قال قد زوجتك ابنتي عندي ابن طالبة علم وربيتها قد زوجتك ابنتي وفعلا زوجه إياها يقولون فبعد يومين من الزواج يعني من زواجه منها أراد أن يخرج فقالت له زوجته إلى أين يا أبو داعة قال أخرج إلى درس الشيخ قالت أي شيخ قال سعيد ابن المسيب أخرجوا إلى درسه إلى درس أبيكي فقالت أقعد فوالله إن علم سعيد كله في رأسي تعالى أحدث عليك أنا يقولون فكانت بعد ذلك تخرج الفتوى موقعة بثلاثة أسماء باسم سعيد واسم أبي وداعة واسم ابنته انظري إلى حرصها على التعلم وعلى طلب العلم ما أجمل اليوم يا أخوات أن تحرص المرأة على أن يكون لها مثل هذا الأثر يعني مثلا إذا رأت منكرا معينا رأيت أنها تنكر بأسلوب مناسب رحيم شفيق مع دلة شرعية واضحة تحفظها لا تقول فقط هذا حرام لا بل تقول قال صلى الله عليه وسلم أو قال الله تعالى وتسوق لها عدد من الأدلة كما أن عندنا من الرجال منهم طلبة علم ما الذي يمنع أن يكون من النساء كذلك فعقل المرأة في كثير من الأحيان لا يقل عن عقل الرجل ذكاء وفطنة وقدرة على الحفظ أيضا وربما كانت المرأة أحفظ من الرجل في مثل ذلك لكن ينبغي أن يكون عندك ثقة في نفسك وقدرة فعلا على أن يكون لك مثل هذا التأثير أيها الأخوات الفاضلات من أهم ما ينبغي إذا المرأة شعرت بمثل ذلك وشعرت أن الإسلام يقوم على عمودين هما الرجل والمرأة وشعرت أنها إن خفضت رأسها أو إن حنته أو إن شغلت يمينا أو يسارا ربما اهتز الإسلام بسبب هذا العمود الذي اهتز من تحته إذا شعرت المرأة بهذا عندها سيكون لها تأثير واضح تأثير واضح في مناصحة زوجها وكسبه بالخلق الحسن تأثير واضح في تربية أولادها وفي تحريصهم على الخير من الذي ربى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عبد الله بن الزبير الذي كان أميرا على الحجاز زمانا وكان بطلا جوادا قويا متمكنا قالوا كانت أمه وهي زوجة الزبير رضي الله عنها وهي أسماء بنت أبي بكر بل الزبير أيضا من قبل ذلك وهو ابن صفية بنت عبد المطلب قالوا كانت صفية رضي الله عنها وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهتم بابنها الزبير وتربيه التربية الحسنة على الشجاعة قالوا حتى كانت تخرج به الزبير تخرج به من مكانها يعني من البيت هي تذهب به معها إلى مكان يعني منزوي لقضاء الحاجة هي تريد أن تقضي حاجتها وتأخذ ولدها أبو سبع سنوات ثمان سنوات يقولون فكان إذا خلت به في البر في الظلمة قالت له ابقها هنا يا زبير وأنا سأذهب وراء تلك الشجرة ليقضي حاجتي فإذا بكى قالت له كيف تبكي وأنت رجل أنا خرجت بك لأجل أن تحميني وتؤانسني وتبكي وتريد أن تقعد عندي وأنا أقضي حاجتي فيقف في الظلمة أول مرة يخاف مئة في المئة المرة الثانية يخاف تسعين في المئة المرة التي بعدها يخاف ثمانين في المئة التي بعدها يخاف عشرة في المئة التي بعدها تعود عندها تبدأ تربيه على أشياء من الشجاعة من القوة من الثقف في النفس من مواجهة المصاعب ومكابدتها حتى أصبح الزبير رضي الله تعالى عنه بطلا قويا وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان الزبير يقاتل بسيفين في القتال يعني يركب على الفرس ويتمسك بالفرس بفخذيه وقدميه ويقاتل بسيفين سيف في يمينه وسيف في يساره من شدة قوته وثقته والزبير وأسمى بنت أبي بكر هما اللذاني ربي عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه فكان عبد الله أيضا شبيها بأبيه في قوته وثقته لم يذكر أن زوج صفية بنت عبد المطلب وهو العوام الذي زبير ابن العوام لم يذكر أن أباه كان له تأثيرا عليه إنما التأثير كان لأمه أكثر وهي أصلا كانت بطلة وقوية وكذلك لم يذكر بأن الزبير كان قد بدل شيئا كثيرا مع ابنه عبد الله وذلك لانشغاله بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمور المسلمين والتكسب لأهله لكن أسماء كانت تغطي مثل ذلك وكانوا أيها الأخوات فعلا يعدون أبناءهم لخير اليوم لا نزال نجد بعض الأطفال يصل عمره إلى ثمان سنوات وتسع سنوات ويحفظ لله الحمد خمسة أجزاء وعشرة أجزاء بفضل الله ثم بفضل أمة التي لا تزال تركض وراءه ويا أخواتي ترى إذا حرصت أنت على هذا الولد فعلا على تحفيظه وعلى تربيته وخاصة حفظ القرآن ما دام أنه لبنه بين يديك فقبل أن يصل عمره إلى خمسة عشرة سنة وستة عشرة سنة ما دام أنه في العاشرة ينقص عنها قليلا أو يزيد عنها قليلا اعلم أنك تستطيعين أن تشكليه كما أردتي وسوف يطيعك فيما اشتهيتي لكن إذا بدأ يكبر وبدأ يقول لك لا لن أحفظ سأذهب معي اشتروا لي سيارة اشتروا لي هاتف متنقل افعلوا لي كذا غيروا كمبيوتري إذا بدأ يكبر وتظهر عنده آمال معينة يريد أن يحققها عندها قد يصعب عليك ذلك لكن ما دام أنه في أوائل سني عمره تستطيعين أن تبذل له شيئا كثيرا وأنت بلا شك مأجورة لو حفظتيه سورة قل هو الله أحد فإنه كلما قرأها صغيرا أو كبيرا فإن لك مثل أجره ليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا كل من دعا إلى هدى من دعا إلى خير يكون له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ويقول عليه الصلاة والسلام من دل على هدى أنت لو دللتيه على شيء من الهدى على شيء من حفظ القرآن بلا شك أنه إذا استفات سوف يفيدك أيضا أنت إذا كبرتي والمرأة هيئة والأخوات أقدر على هذا من الرجل فعلا المرأة أقدر على هذا التعامل في ضبط الولد وفي تحفيظه القرآن في تربية التربية الصالحة أقدر على ذلك من الرجل كذلك المرأة أقدر على أن تؤثر في زوجها أيضا لذلك يذكرون أن الحجاج وهو الذي يعني عرف بجبروته وطغيانه وإنفلات سيفة في قتل الناس وكما قال عمر بن عبد العزيز يقول عمر لو جاءت كل أمة يوم القيامة بطغاتها وجئنا بالحجاج لغلبناهم يقول الحجاج هذا طاغي لأمتنا يغرب جميع طغات الأمم الأخرى ومع ذلك يقول الحجاج لما قيل له من غلبك قال والله ما غلبتني إلا النساء ما غلبتني إلا زوجتي ما غلبتني إلا الجواري التي عندي وذلك أن المرأة يمكن أن تؤثر في الرجل بسلوبها ورفقها تؤثر فيه بصيانته بتحريصه على الصلاة على الدين إذن أنت تستطيعين أن تؤثري كثيرا في أولادك أن تؤثري في زوجك إن كنت ذات زوج تؤثري في إخوانك أن تؤثري أيضا في يعني النساء التي حولك أن تطوري أيضا من نفسك بحفظ القرآن بالحرص عليه بكثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يسددك وأن يرزقك أهم شيء أن يتوفر فيك أمور أولا الثقة في النفس بعد الثقة في الله عز وجل والإخلاص له الثقة في النفس وعدم استحقار الذات لا تقولي في نفسك يعني أنا ماذا أستطيع أن أقدم أنا يعني مسكينة أنا أمرأة يعني أنا حرمة ما أستطيع أن أفعل شيئا لا تحتقري نفسك بعد إخلاصك لله وثقتك بالله سبحانه وتعالى وفضله ينبغي أن يكون عندك ثقة في نفسك هل تستطيعين؟ نعم أستطيع ما تعرفين؟ طيب أتعلم علموني وأعرف طيب هذا صعب عليك طيب دعوني أحاول وأستطيع أن أفعل ذلك يا أخواتي إذا كان مجموعات من يعني نساء الكفار برزنا في أمور متعددة في تنصير واختراعات وتربية وغير ذلك فنساؤنا لسنا بأقل منهن ذكاء وحرصا واحتسابا ووجود دوافع داخلية أيضا على الجدية في العمل وفي الخير التي أنت مطالبة به أهم شيء ألا تشعري أنك صفر على الشمال احرصي على القراءة والاستفادة احرصي على حفظ القرآن أيضا بحيث أنك لا يمر بك شهر إلا وقد يعني حفظتي شيئا من القرآن حفظتي مثلا ربع جزء نصف جزء تشعرين أنك تقدمتي قليلا في الخير احرصي على أن يكون عندك يعني تزيي بالأخلاق الإسلامية مع من حولك من الناس لتكسبيهم ثم إذا نصحتيهم يتقبلون منك وما شابه ذلك أذكر من اللطائف في بعض القرى يحدثني أحد الإخوة أن امرأة هناك يعني كانت تحاول في يعني أن يفتح عندهم دار نسائية تحاول أن يكون الإمام متحركا إمام المسجد لكن سبحان الله كأنما تنفخ في قربة مشقوقة يعني ما في مجال أن يتحرك معها أحد فهذه المرأة يعني يجتمع عندها أحيانا النساء نساء الحارة في الضحى يجتمعنا لمدة ساعة ساعة ونصف يتحدثنا ويتفرقنا إلى بيوتهن فصارت المرأة تجمع أشرطه واشترت مسجلا وإذا جاءت إليها النساء وضعت يعني القهوة والشاي وقالت طيب نحن اليوم عندنا درس عن سلة الرحم فيقولنا طيب ما شاء الله من اللي بيلقيها أنت تقول لا والله لكن يلقيها علينا الشيخ فلان وتضغط على الشريط فإذا به شيخ يتكلم عن سلة الرحم لمدة نصف ساعة من غد أو بعد غد تعطيهن درسا آخر في فضل ذكر الله بعده تعطيهن درسا آخر في فضل طلب العلم والسفادة النساء فوائد كثيرة بمثل مجلس الذكر الذي تقيمه وكان الشريط لا تسمعه هي فقط بل تسمعه مجموعة ويحدثن به غيرهن أنا أعني أن الإنسان يعني إذا أراد التأثير استطاع بإذن الله أن يؤثر لكن المسألة تحتاج إلى جهد تحتاج إلى ثقة تحتاج إلى إخلاص لله سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكنا بما سمعنا أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكنا بما سمعنا ونجعلنا جميعا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسن اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه لم نعلم ونعذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيت ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقت اللهم ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو يحتاج إلى دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يصرت له ذلك وأعنته عليه وأعنته عليه يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولي آبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين وفي العراقي وأفغانستان وفي الشيشان وفي كل أرض من أرضك يا حيا قيوم يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبركاته بالقناة